العربية النهاردة قدام تحدي بطولة أمم أسيا فريقين غير عربيين صعدوا للنهائي اليابان وقطر المحتلة وقطر مش دولة عربية دلوقتي كان نفسنا الإمارات العربية المتحدة تكون في النهائي كنا نتمنى وكنا يعني يعني كل الدعم كان لدولة الإمارات ومنتخب الإمارات ولكن لم يقدم المباراة المطلوبة ولكن المنتخب المجنس منتخب اللي بيضم جنسيات من كل مختلف دول العالم هو اللي فاز النهاردة في مباراة ملاش علاقة بكرة القدم المنتخب القطري المحتل سرقوا المباراة سرقوا المباراة ما كانوش زي ما بقول كده عارفين حالة الغل لدرجة الستوديو اللي كانوا بيحللوا فيه من الصبح عملين يتكلموا على المنتخب وكأنهم بيلعبوا منتخب للأسف الإمارات ما كانتش بتلعب منتخب عرب النهاردة على الإطلاق واللي بيمثلنا النهاردة أو بيمثل أمم أسيا النهاردة الاتنين اللي بيقابلوا بعض مش منتخبات عربية كمش منتخب عرب منتخب اليابان دولة صديقة ومنتخب قوة جداً وأنا شخصياً أشجع اليابان محبش شجع المحتلين ومحبش شجع المجنسين ما بيحبش أشجعهم على الإطلاق فقلوبنا مع المنتخب الياباني الصديق بإذن الله تعالى نحتفل بيه وشعب الإمارات وجماهير الإمارات بطلبهم من دلوقتي شجعوا منتخب اليابان في النهائي ضد الاحتلال القطري تاني ضد الاحتلال القطري عليكم على المنتخب الياباني هيشرفنا هيشرف الكرة العربية والأسيوية والمنتخب الياباني منتخب قوي ويستحق البطولة بصراحة استحق البطولة كفاية كوكب الياباني شجع كوكب الياباني لا تشجع العار القطري لا تشجع العار القطري القطر لا تمثل العرب مش موجودة هي بتمثل لا تمثلنا على الإطلاق كان بيمثلنا منتخب الإماراتي خرج النهاردة خلاص فاحنا هنشجع المنتخب على حق والمنتخب على الأقل تبقى ليك يعني روح وانت بتشجعه كده منتخب اليابان في نهائي بطولة امام